الحكام المصريين استفادوا من التجربة الأجنبية في إدارة التحكيم في مصر؟ استفدنا منها؟ والله حتى دلوقتي الاستفادة لسه مظهرتش قوي يعني عشان برضو مظلمش مستر بريرا هو لسه ما أخدش الوقت الكافي لسه ما أخدش الوقت الكافي عشان أنت يعني مثلا الكابتن السامة فتح ما كان موجود اشتغل لا يقل عن 6 سنين في اللجنة فترة طويلة وكان طبعا معاك كابتن واجي أحمد ودكتور عزب وكانوا عاملين شغل كويس جدا جدا في الفترة دي فلا محتاج وقت عشان تحكم على التجربة لو حكمت دلوقتي وقلت لا يبقى أنا كده مش باتكلم صح طيب في ناس أو في رأي أحكلمك على مستوى فريق الكرة هدي زي بريرا كده مثل بفريق الكرة في ناس يقولك إيه منتخم مصر ما يضربوش غير مدرب مصري في ناس تانيات يقولك لأ المدرب لو عنده خبروات واسم كبير يضرب منتخم مصر عايز زي ما بيحصل لاتي مع روي فيتوري في ناس تانية بقى تقولك هو ليه لجنة الحكام أصلا يبقى فيها رئيس لجنة حكام أجنبش هل ده مفيد أكتر من المصري أنت عيشت الاتنين هي عاملة زي عاملة زي المطش الأهلي والزمالي هات حكم أجنبي وراح دماغك فانت ساعة التفكير التفكير لما بيوصل لمرحلة اللي فيه تراشق جامد وفيه فيه ديء جامد في الكلام وفيه خناء جامد في الكلام باميرين المسؤولين فنجيب الأجنبي عشان نبقى احنا رايحنا دماغنا يعني الأجنبي برضه هيوفر عليك كلام كبير يتقصد أنه مش شرط يكون مؤهل أكتر من المصري بس بيلاح الدماغ لا 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 هي روحة الدماغ هي أكبر أكبر حاجة موجودة يعني في اشتركوا في القناة